السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم متك. في هذه الحلقة احبطتون اشارككم حل اربع مشاكل تواجه الناس اللي تشحن في الفاير باستخدام شريحة اويدو في متجر اه اه او متجر هواو. هذه المشاكل تتمثل في اول مشكلة اه الناس بعض الناس شحنوا الجواهر وما وصلوهمش. راح نحل لكم المشكلة هذه ان شاء الله اليوم. اه تاني الكائن مشكلة كبيرة وهي اه بزاف تليفونات كما هو كما الاوبو والريدمي والبوكو هاد الهواتف الصينية لي ما يقدرش شحنه وادلهم فشل شحن رصيد ولا رصيدك غير كافي ولا تبلوك اللعب وتبقى غير الضوء الضوء كي يضغط على شحن الجواهر هاد المشاكل قاعة ان شاء الله راح نحلها لكم في هذه الحلقة ان شاء الله وبالنسبة للناس اللي عندهم شريحة اويدو واتاك تيفي واحدها راوي الحل بسيط جدا كيفاش راني حطيت لكم اما اذا كانت عندك شريحة اويدو هايا ماكسي ليت اكتيفي واحدها الحل هو تدير نجمة 321 نجمة 2 دياز وتدير اتصال هنا رايت تكون تلغط ما تبديش تكرر العملية بالنسبة للناس اللي عندهم شريحة ديما واش تدير دي نجمة اه 500 دياز تخيل رقم خمسة وبعدها تروح تخيل الخيار ديازاك تيفي بعدها تروح تخيل الخيار رقم واحد بالنسبة للناس اللي عندهم شريحة اويدو جولد واش تدير نجمة خمسمية نجمة خمسة ديس واتصال هذا ما كان حال طلعت لك خيار هاد انتعا يا جولد ديل اختار الرقم 2 هي ديزاك تيفي هذا ما كان ندخلوا في موضوع الحلقة النهر اليوم مباشر بالنسبة للناس اللي كانت تقول لكم اللي خدمة الشحن باستخدام شريحة اويدوريت واقفة متوقفة موالو رح نقدم لكم الحل امامكم رح نقدموا طريقة الشحن امامكم الان بالنسبة للشحن باستخدام الحساب للناس اللي عندهم حساب باستخدام جيميل هذا الحل رób مرتبط بشركة غيرينا الان غيرينا رح تقوم بعملية في الايام القليلة القادمة رح تضيف خدمة اه بمعنى رح تقدر تحول الحساب اللي يكون مربوض بالايميل تحولوا الي الى حساب الفيسبوك لانه الان هزا الخدمة مكانش لانه بعد اللي تواصلت مع غيرينا يقول لك هزا الخدمة غير متوفرة حاليا لذلك هزا الخدمة رح تضاف لأيام القليلة القادمة ان شاء الله بحال تم اضافة ونشاركها معكم ونشارك معكم كيفية تحويل حسابك من الجيميل الى الفيسبوك لانه هواوي لن تضيف الشحن باستخدام الجيميل لن تضيفه في هذه الخدمات الخاصة بها اولا ندخل مباشرة الى الشحن باستخدام شريحات اليدو كما تشوفون ضغطه في الاعلى على جواهر نقوم باختيار الشحن فورا نقوم بالعملية امامكم كل شي تطبيق امامكم 100% كما تشوفون في الاسفل اضافة رقم للدفع ثم نقوم بالدخل على رح يخرج اللي اريده ندر التالي مباشرة رح يطلع لي الرسيل للرقم ندر رمز التحق كما تشوفوا الرمز راوصل وندروا الدفع كما تشوفوا تجارية عملية المعالجة رجل انتظار كما تشوفوا تمت عملية الدفع بنجاح كما تشوفوا ما كان لا مشاكل لا ولا روز الاقتطاع كما تشوفوا الان امامكم وبتاريخ اليوم كما تشوفوا الاثنين ثلاثين اوت كما تشوفوا بدون اي مشارة بالنسبة للمشكلة اللي هي اول مشكلة رح نبدأ ورح نتفهم على حوائش الحاجة الاولى هي انك لازم تكون اكتيفي لازم تكون موافق على ازونات متع تطبيق الاب غالوري وتطبيق الاش ام اس هذاك كور والثاني تكون موافق على ازونات اللعبة كما رو يظهر لكم الان توافق على الازونات كما تشوفوا تدخل الاعدادات ثم ترح تخير الابليكاسيون بعدها تروح اوتوريزازيون تدخل تروح للأب غالوري والآش ام اس كيفها نفس الطريقة توافق عليها كما تراجح الى الآب غالوري والثانيك سيدكور نفس الطريقة توافق عليها وترجعهم على الخضر هنا كي تكون حليت المشكلة الازونات الخاصة بالآب غالوري والآش ام اس بعدين نكونوا كما تحمل ازونات هناي الان واش رح نديره رح نروح مباشرة المشكلة التانية واللي لازم تكون تفهموا عليها الحاجة الثانية هي الازم تكون تحوس في تيليفونك تروح للتطبيقات اللي على الضبط بعدها تروح للتطبيقات كما قاعد تيليفونك ستلاح�хو буквانيType تدخل التطبيقات كنت تدخل التطبيقات رح يعرض علينا قاعد التطبيقات لراها من 6arm 5 macaron دقيقة برك ممكن تشواء قاعد تطبيقات للراها هي .. الله سنحوص عليها كما تشوفوها مظهرة تطبيقات وظهروها متجرة التطبيقات اللي هو Yuan 6 الحاجة الثانية اللي راح تحتاجها ضرورية هي الاش ام اس كور هادا راحو ابليجيكم في تليفون على خاطاك هادا التطبيق هادا التطبيق هو عبارة عن واسطة بين متجر الهواوي وشريحة اريدو بمعنى كي تقوم بعملية شحن راحو التطبيق هادا هو يقوم بعملية شحن وحزف ومعنى دي نقص لك الراسي دي ملاب بساعة ويحولوا الكون تاع اه شركة هواوي هادا هو الطبيق اللي راح يقوم بهازا العملية. كي يكون الشريحة تسف فيها او لا عده مشكلة في الشريحة واليكون عنده لمية دين الف قراطوي في مايساعة وعنده دراهم عاديين في مايساعة مشكلة هادا هنا تطبيق هادا ومايفهم شمنين يهز دراهم يوما يهزهم من من قراطوي ولا يهزهم من القراتوي هنا راحو يديلك فشل الراصد والراصدوك غير كافي هنا هزة هزا جيه هي حل المشكلة فحالت هذه المشكلة اللي الاولا يحصل يما تكون لاب بيستاك من الأحسن تكون مهيشم اكتيفية ويكون فيها دراهم عاديين يما تكون فيها ليجيجا بصحة الانترنت دراهم ما يكونش دراهم بونيس عندك لازم يكون ليجيجا حجم الانترنت ودراهم عاديين هذه الحالة المشكلة لأولا راح نروحول الحاجة الثانية وش هي انه لازم تليفون تاعك لاب بيستاك ما تكونش بالنوع سويتش سويتش ولاب بيستاك اللي يكون دفع بعدي بمعنى كيت تكلمت ويتخلص من بعد مشيت تخلص قبل هذه المشكلة الثانية بالنسبة للناس اللي عندهم تليفون كي شحن الجواهر يوصلهم وما يوصلهمش للجواهر هنا وشنين المشكلة لتاعك راك تقوم بعملية الشحن فان تم عندكش الانترنت الانترنت تكون ضعيفة عندك وانت تفرض عليها عمالية شحن بسه تبدأ تكرر 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 يتم اقتطاع الراصي بصح الجواهر ما يوصلوكش لان الانترنت الطالب بتاعك لم يتم بالصح بالنسبة لك في كل احزارة وتتم اقتطاع المبلغ لذلك في حال تفتل كونكسي ضعيفة ما تقومش بعملية الشحن حتى تكون على كونكسيو مليحة تكون من الاحسن تكون في صباح بكري صباح مثلا حتى قبل 8 صباح وفي الليل من 11-12 روح هالك تكون الانترنت تدفق عالي تكون الانترنت خفيفة ومليحة وتقدر تحن بها تم تم تروحك العملية هذه هي حل المشكلة معك حتى مشكلة لانه مشكلتك لانه مستحيل يسرقك هاد شركة هواوي مستحيل تسرقك لانه المشكلة راية عندك انترنت ضعيفة بالنسبة للناس اللي يدل لهم فشل ملء الراصيل ولا فشل شحن كما تشوفوا الان كما الفيديو هذا اللي رايش ويقوم يظهر لكم الان هذه المشكلات تعفشل شحن الراسيل الحل تحاء او بسيط جدا واش راح تدير واش راح ندير واش راح ندير هنا ايو ش راح تدير ييمة تنحي الابيس تاعك وتركب اابيس تانية تع وحد اخر وحد اخر وحد صاحبك وحد ثاني سيت شحن بها ويكون فادران سيت شحن بها في حال التشحنت لك تنحيها وترجع الابيس تاعك تشحن لك عادي بدون مشاكل بالنسبة للناس اللي كانت تشحن ويعود تشحن بشيط جدا ما يشحن شكرا واش راح تنالكم المشكله تلك هي انو الابيس تكرر بها العملية شحال مره فاليوم ربما انت تشحن مثلا خمسين الالف اشحنا خمسين الاف مباشرة وطورة اتشحن اثنار اشلا هالف مباشرة هكا ما اذا ما كيش منها من الاحسن تشحن مرة واحدة باش تم معالجة طلبية نتاعك تم تمل انه الموقع راو ضغط كبير عليه انه من اشغل تزيرية اللي احنا تزيرية لنا فيه راو فيه بالزاه المرار كافية توانسة فيه قاعد دول العربية والدول اللي كانت عادة مشكلة شحن راو مزادوا لهم اضافة خدنا تشحن باستخدام شريحة الاتصال. بالنسبة للتليفونات كما اوبو بوكو تريد مير تليفونات اللي بصناعة الصينية. النظام الامان تحمره عالي جدا لذلك نظام الاندرويد تحموش مطابق الازام الاندرويد اللي لان نخدمه فيه بعض الميزات الاضافية على الاندرويد لانه اندرويد بمعنى معالج ولا بمعنى مصلح دين في بعض التحسينات. هذا لذلك التطبيق هواوي هو التطبيق خارجي عن تطبيقات الاندرويد لانه هو تطبيق خاص بشركة هواوي. لذلك هاد المشكلة تطبيق معك مد المشكلة. واجه الديت راح توافق على الاوزونات وتسييب شريحة اتصال بحالة مالجحة لك العملية تسييب شريحة اتصال واحد اخرى بدون اللي راهي عندك. بدون ما تشريهات تستلف فقط تسلف معد واحد. ستتحنبها او ترجح حالي. وتتحنب ابيستاك وتتم العملية بنجاح وبطريقة بسيطة وعادية. كما تشوفوا. هذا ما بيحوزنا في الحلقات اليوم. نراكم في موضع لاحقا. والسلام عليكم.